والله يعني الدكتور على مزلوب يعني خسارة للعراق مو للأدباء فقط ومن الصدف اللي الجديدة بالذكر انه واني لحضرتها ندوة قبل حوالي شهر انها باتحاد الأدباء كان يتحدث عن احدى اعماله الرواية وكان عارض مجموعة كتبه يعني بالنهاية الامسية وزعوا الكتب واني حصلت تقريبا كل الكتب حصلت اخلتها للبيت وعندي وقت قمت اقرأ فشبت رجل متعدد اكتب بالسيرة الذاتية بالرواية بالقصة بالفن التشكيلي بالجماليات فكنت مقرر انه اتعرف عليه يعني اشوفه واتعرف عليه حتى نقش على كتبه ولكن لعسى بشريت بوجيت باختياره وهو يعني الاختياره هو شن يعني ما اعرف والضبط شن الوازع والهدف يعني هو رجل مسالم ما عنده عداء ولا عده ايش شيء مجرد عديب ومواقفة حيادية يعني ما عنده كتاباته ما اكل رجوم على جهة معينة وعننا ما حياد يعني فكلنا اسف لرحيل بكتر على والله يعني يسم العراق تعرف احنا يعني يسموه البلد المضاع يعني يساقي واحد ينسحق بالسيارة او يندعم او ينقتل يقوله اتباوه ايش ما احد يتقدم من عنده يعني ما احد يوصل الى ينتشله او يشيله فاذا راح دمه فدمه بقع بقلوبنا يعني هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لبعث رسالة الى الحكومة المركزة وكذلك الحكومة المحلية في كربلا انه اغتيال وقتل اديب او متقف في وضح النهار برصاصات جبانة وفي ميدينة هي مدينة الامن والامان هذا لا يعد خرقا امنيا بل يعد انهيارا امنيا فندعو الى ضرورة الحفاظ على ارواح الادباء والمثقفين وارواح المواطنين جميعا ندين وبشدة اغتيال الاديب الرواية العراقية على مذوب ونلتقي هنا في اتحاد الأدباء لنعلن عن صوتنا ونوضح هذا الاجرام السافر بحق الأدباء والمثقفين العراقيين وينبغي على الحكومة العراقية ان تتخذ اجراءات مناسبة للكشف عن الجنات وتقديمه للعدالة لان الوضع لا يطمئن والوضع مريب جدا في العراق الوضع بصراحة مخزي جدا يجب ان تحترم الكلمة يجب ان يحترم الاديب والمثقف العراقي لا سيما في هذه الظروف العسيرة كلمة الحرة مكلفة وضحاياها كثار منذ غالله غالله الى الكثيرين اخرين فالأدباء يبقون رفقاء للكلمة الحرة اللي ما ممكن انتهاكها صحيح يضحون لكن يبقون مشعين عندين اي حالة اللي اسكات صوت الحق التعبير عن الرأي حرية يضمنها الدستور ويجب احترامها وإلا فيكون الخراب الأدباء عموما محبوا كلمة والكلمة الحرة يحبون التعبير عن الحياة عن آفاق المستقبل عن البناء عن التطور التقدم لا ينبغي ايقاف الأديب او صوت الحقيقة عن المسارها الطبيعي لاستكمال بناء وطن تم المخطط لتدميره وايقافه وحجبه عن كل وسائل الحياة الحقيقية الرحيمة طبعا هاي الحادثة اللي جرت ضد كاتب كبير وشخصية معروفة على مستوى العراق وحتى على مستوى العالم العربي هي نعتبرها طلقة في جسد الثقافة العراقية ونعزي جميع الأدباء والفنانين والكتاب في العراق على هذا المصاب العليم يعني اللي هو هز المثقفين من عماقهم ويعتبر المثقف في أي بلد والأديب والفنان والكاتب هو ثروة وطنية يعني حال حال أي ثروة وطنية كبرى يجب الحفاظ عليها والإمساك بها من أجل لأنها يتقدم ثمرة كبيرة لتراث البلد وللشعب وللوطن يعني بلالما يتم تكريم الكاتب لأنه يحافظ على امتيازات البلد الأدبية تجري عليه عملية الإغتيال من ناس يعني ما يفهمون ولا أهلهم علاقة بالأدب ولا في الفن ولا في التاريخ فإحنا نستنكر هذا العمل ونطلب من الحكومة العراقية بجميع مكونات الرئاسات الثلاثة أنه ما تترك الحبل على الغارب وتترك هذا الحدث الضخم المحزن أنه يمر بسلام وأنه نطالبهم بالتحقيق وتقديم الجنات إلى العدالة حتى في سبيل نوضع حدوة لإيقاف هذه الأعمال البربرية موسيقى 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 اليوم يستنكر ارتحاد الأدباء الغدر الطائن لشخص الدكتور علاء مجذوب وربما هو ليس لشخصه فقط وإنما للثقافة العراقية وللعقل العراقي حين تكون ربما الموت سائد لكن حين يكون الموت فخما وثريا بفكر عراقي بالتأكيد سيكون قسمة كبيرة لكن أظن أنه ليس موتا للعقل العراقي وليس موتا لعلاء مجذوب بل أن الجنات هم من قتلوا أنفسهم بهذه الوحشية فزاحوا عن وصفهم بشرا لكن علاء سيولد كثير من العلاءات سيولد كثير من العقول ستنفذ الرصاصات لكن العلاء مجذوب سيتكرر وسيكثر العدد ستنفذ الرصاصات ولن ينفذ الأدباء ولا الشعراء ولا المفكرين تبا لهم إن طال هذا الغدر هذه المساحة العظيمة من الفكر العراقي ستبقى الكتب والكلمات والقصائد ستبقى درعا كبيرا للعراق ولوجه العراق تبا لهم وهم يدنسون هذه المنطقة الجميلة من الغباء جدا أنهم يقتلون بلادهم بهذه الضربات لكن البلاد باقية بأهلها بناسها بأدبائها بمثقفيها بكل الشرفاء بكل الطيبين ربما معروفا أكاديميا وأديبا لكن كل العراقيين هم أشخاص لهم غلاوة في نفوسنا وفي ضميرنا سيبقى العتب كبيرا والتنديد كثيرا للحكومة التي لم تضبط لا أمنها ولا القوات المعنية بهذا الأمر لأن الخسارة ستكون فادحة على العراق يجب أن ينتبه الجميع وأن يكون هناك حصانة للمثقفين والأدباء لأنهم كل الكلمة الشريفة لأنهم الراية الناصعة للعراق وواجهته لا أعتقد أن الأدباء سيسكتون هذه المرة وهناك كاميرات رصدت المجرمين وحتما سنصل إلى نتيجة والأخذ بثأر الدكتور وحتى السابقين من الأدباء كثير من ذهبت دماؤهم سدى بسبب تسجيل الجريمة ضد مجهول هم ليس مجهولين هم معلومين جدا ومن العيب على الحكومة أن تسكت عن هذه الجريمة لأنها جريمة بحق الثقافة العراقية بحق الفكر العراقي أظننا جميعا متفقون على هذا الأمر فلن يذهب دم على مجذوب سودان إن شاء الله أغتيال الأديب والدكتور الأكاديمي الأستاذ على المجذوب كان فاجعة وصدمة كبيرة للوسط الثقافي ونقف اليوم احتجاجا على ضرب الكلمة واغتيالها واغتيال الرأي الآخر إنها تعطي انطباع أو تعطي شعورا لنا بأن الثقافة في خطر المثقف في خطر الرافض في خطر نتمنى أن تلقي الدولة القبض على الجنات وأن يعاقبوا بمثل ما ارتكبوا من جريمة بشعة أدت بناء إلى هذه الصدمة وهذا النواحي الأكيد على العراق وما يجري به يجب أن يكون دور فعال في حماية كل عراقي وليس فقط المثقف والأديب يجب أن تكون هناك حماية للإنسان حماية للثقافة حماية للرأي حماية لكل الرافضين للخطأ لما يجري يجب أن يكون هناك قوة للقانون تقتص من الجنات وأن تحمي الأحياء ليس الرد على الكلمة بالقتل وبالرصاص إنما بكلمة أيضا ما لدينا هو الوقوف والاحتجاج والمطالبة وما لدى السلطة هو نرمي الكرة في ملعب السلطة وفي ملعب الرجال القضاء والأمن يجب أن يتخذوهم موقف جدي وحقيقي من ما يحدث موسيقى 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 الحقيقة هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى وأتمنى أن تكون الأخيرة سبقتها وقفات احتجاجية كثيرة لضحايا كثر بالأدباء والمثقفين والإعلاميين ومن الشعب العراقي ومن الناشطين عموما ووقفاتنا الحقيقة رغم كنا نعني كل كلمة وكل هتاف نقوله لكن للأسف ما جابت نتيجة نتمنى هذه الوقفة تكون الأخيرة يكون على المجذوب الروائي الكبير الضحية الأخيرة لمهزلة المشهد العراقي بالشارع العراقي للأسف نتمنى تكون هذه الوقفة خاتمة الأحزان مثل ما يقولون ويعني الوضع إحنا بالأموم إذا أردنا نفصله المجاميع أعتقد المجذوب هو ضحية التعصب التعصب الديني التعصب الاجتماعي المجتمع العراقي مجتمع بشي من الخشون الشيء الكثير للأسف رد فعله دائما عصبي وعنيف وحتى بالنقاشات أشوف أن يكون حدة بالكلام وممكن توصل حد الشتيمة الجهل والتعصب أعتقد هو اللي قتل المجذوب والقافلة يمكن استمره وكنا بالطابور ونتمنى يعني الطابور يكون قصير وتخلص كل أزماتنا وكل معاسينا كعراقيين وكأدباء والله الحكومة للأسف الشريط أقولها بمرارة يعني ملينة حتى من النقد والتقديم الملاحظات وأحيانا من كل عقلنا لنستور إذا نقدم مساعدة أو دعم أو توجيه للمسؤول نتوقع راح ننجح عنه لكن للأسف يعني القادة بالعموم والمسؤولين والحكومة بكل برلمانيها بكل مسؤوليها بكل المستشارين منشغلين بشيء آخر بعيد تماما عن معاناة المجتمع العراقي والأديب العراقي منشغلين بكمية الكيكة اللي راح يحصلوها من ويبدو أنهم لا يشبعون يعني ولا خمسة عشر عاما أعتقد كافية لإشباعكم لكن للأسف الشديد يعني انشغالاتهم بعيدة تماما عن انشغالاتنا وعن أمومنا وأعتقد هم ممثلون يعني لا البرلمان ولا الحكم ولا كل المسؤولين ممثلون نفسهم فقط يعني للأسف أنا كتبت حتى على صفحتي الأصدقاء كانوا يتحدثون بحماس وببكاء من خلال كلامهم لكن ذكرت لهم قلت لهم بدون تسميات وبدون حتى ما تتهمون جهة على حساب جهة القاتل راح يكون مجهول إحنا نعرفه بس هو مجهول عند الحكومة ومجهول عند اللجنة التحقيقية وعن بصراحة أتشائم من يقولوا نسوي اللجنة التحقيقية أتشائم ونقول قضية خلاص انتهت وقيدة ضد مجهول خبزتنا الكرامة أدبنا عزة الوطن اليوم نقف وقفة رجل واحد وكلمة واحدة من أجل نصرة العراق وحماية شعب العراق اليوم تقف أدباء يقف أدباء ومثقفي العراق بنخبة بنخبة كبيرة من المثقفين وقفة احتجاج على مقتل الدكتور على مجذوب عميد الأدب وعضو اتحاد كربلاء مقتل على الدكتور على مجذوب في كربلاء وصمة عار في وجه الحكومة بقدر ما نقول مسؤولية الحكومة نفسها لعدم حماية المواطن العراقي أولاً ولعدم الاهتمام بالأديب العراقي والمثقف العراقي فالدكتور علاء مجذوب رمز من رموز الأدب العراقي على المستوى العربي والعالمي والعراقي أيضاً في مقر اتحاد أدباء العراق نستنكر نستنكر اغتيال الدكتور على مجذوب ونتمنى على الحكومة متابعة الجاني وتقديمه للعدالة وشكراً طبعاً وقفتنا هنا لاستنكار لاستهداف هذا الأديب وهذا الصرح العلمي والصرح الأدبي في العراق وقفتنا هي استنكار وفي نفس الوقت من أجل أن تنتبه الحكومة وتراجع حساباتها في إعادة ملف هؤلاء الشهداء وهؤلاء الأبطال الكتاب الذين يفتقدون شيئاً فشيئاً قبلاً استهدف الأديب قاسم وهذه الأيام استهدف الأديب على مجذوب نحن وقفتنا هنا هي وقفة استنكارية واحتجاجية لهذه الاستهدافات الآن أقول أن الكلمة مستهدفة وليس على مجذوب هو المستهدف الكلمة مستهدفة المثقف هو مستهدف لأن المثقف أخطر على الحكومات وأخطر على كل السياسيين من الداعش وأخطر عليهم من كل الناس الذين يقفون في وجوههم إلا أن هم يستهدفون الكلمة لا يستهدفون شخصاً معيناً قد تسجل هذه الجريمة ضد مجهول لأن هناك قضايا أخطر إن صرحة بأسماء الجنات قد يربك الشارع العراقي هذا أحد الأسباب فقد تسجل ضد مجهول كما سجلت الاختيالات الأخرى السابقة ضد مجهول كذلك نقف اليوم في اتحادنا العريق اتحاد الأدباء والكتاة في العراق وقفة احتجاجية نستنكر فيها هذا القبح وهذا الاستهتار وهذا الاستخفاف بأرواح الأدباء والشعراء الذين يصنعون الحياة ويصنعون الجمال ونحمل كل مسؤول عن الملف الأمني في عراقنا الحبيب هو عجز واضح وعجز صريح في تحمل المسؤولية لأرواح الناس نحن نصنع الحياة نصنع الجمال نقول للعالم إنها بلد الحضارة بلد الجمال، بلد سومر، بلد آشور وبابل من هنا انطلقت الكلمة الأولى ومن هنا تعلم الإنسان الحرف الظلام والظلاميون لا يروق لهم أن يكون المثقف هو صوت الشعب الظلام يريد للحياة أن تنتهي ليعبث ويسرق بنوا مجداً على أرواح الناس مجداً زائفاً بنوا صروحاً من القش لتكثر أموالهم وتسمن كروشهم لكن هيهات هذا الشعب لا يسقط ولا يصمت نحمل رئيس الجمهورية ونحمل رئيس الوزراء ونحمل رئيس البرلمان والحكومة المحلية في كربلاء جريمة اختيال الأديب القاس الروائي الدكتور على مجدوب الذي اختيل غدراً وصراحةً أمام الناس بثلاثة عشر لأطلاقه كانت هي نهاية علاء مجدوب علاء مجدوب لن ينتهي سيبقى صوته هادراً في الضمائر في ضمير المثقفين في ضمير الشعب لأنه يحمل معاناة الشعب يحمل رسالة الأدب النبيلة لا يروق لهم أن يكون المثقف هو صوت الشعب يريدون الحياة أن تمشي كما يروق لهم اليوم نحن في مسيرة احتجاجية وفي وقفة احتجاجية نضيف لها مسيرة احتجاجية ستنطلق إن شاء الله في شوارع بغداد لنخبر الناس أننا نستنكر كل قبح ونناشد الجمال ونناشد المحبة والسلام الوقفة الاحتجاجية هي ساحة التحرير تعودت أن يكون بها كل رافض لكل فساد وكل محاصصة ولكن بين حين وآخر نكون موجودين من أجل استنطاق دم القتلة اللي باتت ضحيتها الكلمة باتت ضحيتها العمل الشريف باتت ضحيتها النزاهة أيضاً ولهذا نشوف اليوم نحن واقفين هذا الكاتب اللي هو قال كلمته سواء كانت باتجاه الصحيح باتجاه الغلط ولكن هذا لا يعني بأن يكلف حياته للأسف طبعاً هي المسألة تكون الكلمة المتبقى أرصاصة كدابة وخينة الإنسان لما يقول كلمته ما معناه أنه هادف إلى شيء معين هو أصلاح هذا الوطن ولكن نسكته بطلقات هذا لا يعني بأنه كل الشعب العراقي قد تقتل واحد اثنين ثلاثة ولكن بالأخير ترى الشعب العراقي به تقريباً أربعين مليون إلى متى نسكت؟ بدل ما نسعى إلى الأسباب الحقيقية من أجل القضاء على هذه الأسباب لكتابة مثل هذا مقال نسعى إلى تسكيت الأفواه وهذه مسألة مرفوضة جداً حتى مادة 38 اللي هي حرية تعبير الرأي أيضاً تكفل حرية الرأي فأين نحن من هذا؟ نحن نطالب الحكومة أيضاً بالعثور على الجنات وعدم تلبيس الجريمة إلى جهة معينة مجهولة وإنما أكيد الجنات معروفين والتستر عليهم أيضاً معروف خرجنا اليوم في هذه التظاهرة من أجل أن نقول بخفافيش الليل إننا باقون إن الكلمة باقية إن الثقافة باقية وهؤلاء الخفافيش الذين يقتلون الجمال في كل يوم لن يكون لهم مكان في هذا البلد وإن طال زمن القتل والرصاص لكن سيبقون خارج هذه المنظومة الجمالية إنهم يقتلون الجمال إنهم يقتلون الفن يقتلون الأدب لذلك خرجت هذه الجموع الذي تمثل الإبداع والثقافة العراقية لكي تقول أن الثقافة بخير والكلمة بخير وقتلت الجمال لن يكون لهم محل في هذا البلد إن شاء الله موسيقى موسيقى اليوم وقفتنا من أجل استنكار مقتل الأديب أستاذ علاء مجذوب الذي أردى قتيلاً أمام بيته ب13 رصاصها اختالت الأدب واختالت العراق إلى متى يبقون يصفون بهذه النخبة ما هذه السياسة العرجاء والعمياء التي تقتل المواطنين وتقتل الصوت العالي الذي يخترقهم سوف ينتقم الشعب مستقبلاً منهم ومن هذه الزمرة فلينتظروا موسيقى 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 يجتمع العراقيون الأدباء من كربلا ومن النجف ومن سامراء ومن ديالة ومن معظم محافظات العراق لنعلن أو ليعلنوا استنكار جريمة قتل الروائي واختيال الروائي على مجذوب هذه الحادثة التي لم تحدث في تاريخ العراق المعاصر لذلك نؤكد استنكارنا ونؤكد على توفير حماية الرأي وحماية الأدباء وحماية المواطنين من قبل الدولة والحكومة والأجهد المعنية نعلن هذا الاستنكار مجددا وسنبقى نستنكر وندين ونعمل من خلال الكلام والكتابة على الحد من مثل هذه الجرائم التي لا تليق بهذا الوطن العريق بلاد الرافدين بلاد الثقافة والحضارة لا يمكن أن نسكت نحن أو غيرنا لا يمكن أن نسكت على مثل هذه الجرائم التي لا تليق بالإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المسؤولة ترجمة نانسي قنقر حشدنا كافة المنظمات وكافة المثقفين والإعلاميين لنقف وقفة واحدة لأجل العراق لأن اختيالات بحق المثقفين جريمة جريمة إنسانية لا تختفر ونحن مستحيل نسكت عن هاي الإجرام اللي دي يصير بالشعب يعني دي يختالون الناشطين ويختالون المثقفين ويعني حتى لو نفرض بصراحة يعني الحكومة أكيد أكيد تعرف يعني هاي ذول المجرمين بس ما تكشف عن شخصياتهم أما متواطئ وياهم أو يعني ليش تتغاضى فإذاً أكو التواطئ وأكو التعاون فهاي سلسلة يعني سلسلة متعاونة حتى دول الجوار مش تركبية فإحنا نظل نطالب بحقوقنا حتى يعني هما يصورون يعني يكتلون شخص شخص مثقف راح نسكت وراح نخاف بالعكس إحنا راح نطلع بعد أكثر وراح نشجع بعد أكثر وحماسنا يزيد وأحنا نطالب بدماء هذول الشهداء اللي راحوا دماءهم راحة سدى بس مستحيل إحنا ما طول موجودين فلازم يعني نطلب القصاص من المجرمين ونمان نرتاح إلا لما لما يكشفون عنه هوياتهم ونقدموا من العدالة وينالون جزاؤهم العادل اللي لا يصورون إحنا ساكتين حتى يردون يكتلون الشعب كله ما ممكن واحد يموت يطلع عشرة بمكانه يطلع عشرة بمكانه إحنا وطنيين كنا وطنيين ونحب الوطن يعني هذا ثمن حبنا للوطن هيدش يعني يقتلون بنا لا من نسمح لهم نهائيا فلازم يستمعوننا لازم يستجيبوننا فإحنا يعني هاي الاحتجاجات وراها اعتصامات غضب غضب صار الشعب عنده غضب فديزيد العدد ديزيد عداد التحشيد للتظاهرات وإحنا ما نسكت أبدا وقفة احتجاجية قام بيها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق مشكورا من جميع محافظات العراق معظم الأدباء والكتاب يشاركون بهذا الوقفة تليها مسيرة احتجاجية تجاه هذا الموقف الدنيء اللي قام به داعشي الفكر داعش تعددت وتلونت وتنوعت في نوع الأذى في نوع الموت علينا أن نكون متحفظين في كتاباتنا في مقالاتنا في لوحاتنا في مقالاتنا متحفظين في الكلام لأن الكلمة الحرة في خطر الكلمة الحقيقية والحرة عبثا ما يقولون أن هناك حرية للصحافة وحرية للمبدأ وحرية في الرأي كل هذا أنا اعتبره تجاه ما تعرض إلى الرواعي المغدور على مجذوب أنا اعتبر ليس هناك حرية رأي وليس هناك حرية فكر لذلك احنا اليوم موجودين يعني احنا نقول أين الحكومة من هذه الأشياء اللي دا صير من هاي الاختيالات من الغدر الأدباء في خطر المثقفين في خطر لذلك وقفتنا اليوم لأجل هذا السؤال اللي اطرحت علينا أين الحكومة منها من الذي يحدث الآن أكيد أكيد كل الجرائم تسجل ضد مجهول كل الجرائم تحفظ ما دام هناك قاتل في الخفاء يحاول أن يختال الأروائيين الروائيين والأدباء والرسامين كل من له حرية فكر وحرية مبدأ كلنا مشاريع قتل بعد حادث الاغتيال الأخير وليس ما بعد الأخير وربما سيتوالى بعد أشياء كثيرة أنا لا أبشر على الأدباء لكن هذا واقع حال العراق ربما تقول لي ما فرق الأديب عن المواطن كلنا فعلا مشاريع استهداف نحن نطالب بحماية الأدباء لأنهم ثروة العراق مثلما نحافظ على نفط العراق وعلى ثرواته نحافظ على مبدعيه اليوم نحن نؤب من مبدع طالته يد الغدر لماذا لا أحد يعرف الجواب ومن هم لا أحد يعرف من هم ربما يقول البعض لا نحن نعلم من هم القتل لكننا نصمت نصمت أنفسنا ونصمت الآخرين عن كشف الحقائق لأن الدولة تحاول أن تغافلنا وتغافل مجتمعها عن تبيان من هو المجرم الذي دأب على قتل الحياة في العراق رحم الله على مجذوب وأعطى يا رب الحماية لكل العراق ومنهم أدباء هذه الوقفة الاحتجاجية تعبير عن الرفض القاطع لاستهداف الإنسان والمثقف أيضا ما حدث مع الدكتور على مجذوب في مدينتنا في كربلا له جرم مع سبق الإصرار هو استهداف للكلمة الحرة استهداف للإنسان المثقف لتعطيل الحياة لتعطيل الجمال جئنا اليوم إلى مقر الاتحاد العام للأدباء لنهتف بصوت واحد كلا للعنف كلا للإرهاب كلا لاستهداف الكلمة الحرة والصوت الحر أكيد ما حدث ويحدث وربما سيحدث أيضا كلها ستتجل ضد مجهول لأن القاتل معروف لدينا ولدى السلطات ولكن لا حياة لمن تنادي وقفتنا اليوم هي انتفاضة وصرخة ضد القوى التي حاولت كسر القلم حاولت كسر المعرفة والثقافة قوى الظلام هي نسخة ثانية لداعش تحاول ضرب كل ما هو جميل كل ما هو ذو فعالية في المجتمع وقفتنا اليوم هي وقفة ضد هذه الموجة التي تريد إسكات الصوت العراقي الحر فلن يسكت الصوت العراقي وقفتنا اليوم هي أيضا مطالبة للحكومة بأن تقف مع صوت المثقفين مع صوت الناشطين مع الصوت العراقي من أجل أن يبقى عاليا أن يبقى مرفوعا وهي تناهى تنتفض ضد أي تدخل أي تدخل خارجي سواء كان من دول جوار من دول عربية من أي مكان نأمل أن لا تسجل ضد مجهول ولن نسمح بأن تسجل ضد مجهول كما كانت في الأحداث السابقة والحوادث السابقة يقف أعضاء الاتحاد في كافة فروعه في العراق استنكارا للحادث الأثيم الذي أدى إلى اغتيال الأستاذ الدكتور على مجذوب لذا نشد على أيدي القوات الأمنية سواء كانت في وزارة الداخلية أو في مدينة كربلا بالتقصي ومتابعة الجنات لمعرفة الحقيقة وإعلانها إلى جمهور العراق نتملأ من الله أن لا تسجل ضد مجهول وأن يلقى الجنات الاستحقاق الذي يستحقونه الآن نحن في رحاب اتحاد الأدباء في العراق بحضور عدد كبير من المفكرين والمبدعين والكتاب والصحفيين والمؤلفين ننجز وقفة احتجاجية على ما يتعرض له الحرف تتعرض له الكلبة تتعرض له الحرية الفكرية في العراق من قمع وقتل وتهجير وانتهاك كامل الحق أن الموضوع أصبح ظاهرة الدكتور علاء ليس الأول وإنما سبق بكتاب ومبدعين وأصحاب حرف قتلوا أين الجنات؟ من أوقف الجنات؟ من حاكم الجنات؟ لماذا هذا الإهمال لأرواح هي أعز ما تكون بين الشعب العراقي؟ لأنها صوت الشعب ماذا كان يفعل الدكتور علاء؟ غير أن يتحول إلى صوت هموم الشعب وأحزان الشعب وتطلعات الشعب كان يريد لشعبه أن يكون شعبا سعيدا أهذه جريمة يجب أن توجه إلى قلبه بسببها ثلاث عشرة إطلاقه؟ هل يمكن إسكات صوت الحق؟ حتى لو قتلنا المئات والآلاف فكيف يقتل الحق نفسه؟ الحق لا يقتل وسيبقى صارخا في وجه الجنات والعتات والمجرمين إلى أبد الدهر يموت الخالدون بكل فج ويستعصي على الموت الخلود رحمك الله أيها الجواهر العظيم الذي نقف في ظل تمثاله في داليته الخالدة وضع النقاط على الحروف اقتل من تشاء ولكن يبقى الخلود عصيا على القتل وعلى الموت أبد الدهر وهكذا سيكون الدكتور علاء ومن سبقه في درب الشهادة إلى الخلود سيظلون منارات مضيئة لهذا الشعب المسكين الذي ابتليه بأناس يحكمونه ويعادونه بألم بالغ وحزن شديد تلقى دباء ومثقفي ومفكر العراق عموما نبأ اغتيال الروائي الروائي والكاتب المعروف والقدير والمثقاف علاء مجذوب علاء مجذوب شخصية متوازنة وشخصية مثقفة كتاباته تهتم بالتراث والفكر والجمال والأدب والثقافة بصورة عامة كتابات علاء المجذوب لا تدل على تطرف من أي شكل ومن أي نوع وهو لا يستهدف بالأساس أي جهة كانت سواء محلية أو دولية عدا أننا كمثقفين جميعا نستهدف القبح أينما كان نستهدف الجريمة أينما كانت نستهدف الفساد أينما كان نستهدف أي قوة مهما كانت تحاول الاعتداء على ثروة وحرية واستقلال وسيادة البلد وعلى المجذوب من هذا النوع مثقف حاول أن يكند قلمه وحياته وهو أيضا ناشط مدني في مكافحة الفساد والدعوة إلى الإصلاح وتعليم الشعب العراقي جميع الشرور والاستفادة من ثروته والقضاء على الفساد والفاسدين لذلك كان علاء المجذوب مستهدفا أما من هي الجهة التي استهدفت على المجذوب بالتأكيد هي جهة تنتمي إلى قوة الشر وقوة التفرقة وتريد أن تخلق هناك فجوة كثيرة واضطرابات داخل الشعب العراقي وخصوصا بين الفئة المثقفة وعموم جماهير الشعب العراقي ولكن هيهات المثقف العراقي واعي لدوره ومكانته وقدراته نحن هنا في هذه الوقفة بالوقت الذي نتألم ونصب غضبنا على من اقترب هذه الجريمة البشعة نطالب السلطات الأمنية وبكافة مستوياتها وبكافة اختصاصاتها بالكشف عن المجرم وتقديمه إلى القضاء ولا يمكن أن نستكين ولا نهدأ إلا حينما يكشف عن هؤلاء القتل المجرمين والأخذ تار وحرية وهذه لم تكن الجريمة الأولى التي تسجل أحيانا ضد مجهول لا يمكن أن تسجل جرائم قتل المثقفين وأحرار العراق ضد مجهول نطالب السلطات بالكشف السريع والدقيق عن المجرمين وكشف هيوياتهم وتقديمهم إلى سلطات العدالة تحياتنا إلى كل أحرار العراق وذمة وذدم على المجذوب وكل من سبقه هي في ذمة العراقيين وأحرار العراق جميعاً وقفتنا احتجاجية ورافضة بسبب اختيال الروائي على مجذوب من أهالك البلاء المقدسة وإن اليد الآثمة التي ارتكبت جريمة الاختيال ما هم إلا مجموعة لا يعرفون معنى للحياة ويتصورون بأن المثقف سوف يحتل لمكانهم على مر الزمن وهذا بنفس الوقت ندعو أجهات المعنية لاتخاذ إجراءاتها اللازمة وكشف القتل ولا يجعلون القضية ويسجلونها ضد متشول كما الحالات التي مرت من سابقاً كاختيال المثقف كامل الشاع وهذا المهدي ويجب أن يكون القصاص عادل في سبيل هؤلاء المجرمين المترجمات لما نصفتون مليارات بالباب والرشوات حربتوا مليارات كابنها بدونه لما نصفتونه كابنها بدونه لما نصفتونه صورة تالي الأصلح الدكتور علاء المجذوب رحمه الله كان أستاذ وكان أكاديمي وكان روائي أغنى الساحة الأدبية بالعديد من الروايات والقصص والنقد الأدبي فهكذا قامات أدبية يجب أن نضع الحماية الخاصة للمثقف العراقي والأستاذ العراقي من الإرهابيين الذين يصلون ويجولون على الساحة العراقية فنطالب الدولة بالضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يستبيحوا الدم العراقي أي أن كان إذا كان أستاذ أو مواطن أو شاعر ففي هذا اليوم في هذه الوقفة ونحن أدباء العراق وشعراء العراق نستنكر هذا العمل الجبان وسوف نقوم بأصبوحها لإلقاء الكلمات الاستنكارية والأساتذة سيقومون أيضا بإلقاء القصائد في هذه المناسبة تحاد العام لو دباو الكتاب في العراق اليوم أقام هذه الوقفة الاحتجاجية والوقفة الرافضة لكل أشكال العنف بدل المثقف العراقي ما تعرض له الروائي الكبير الدكتور على المجذوب يعد جريمة كبيرة جريمة بحق الثقافة العراقية جريمة بحق الكلمة العراقية الصادقة هنا نطالب بأن تكون الحكومة جادة فعلا في حماية المثقف العراقي البحث عن الجنات الذين اغتالوا شهيدنا الكبير على مشذوب نريد أن نفعل القوانين التي تحمي المثقف العراقي الكاتب العراقي والصحف العراقي نريد أن تكون لنا كلمتنا الفصل بأننا نحن قادرون على التغيير فعلا في ظل وقفات متصاعدة نريد أن نطالب بأن تكون لنا قوانين الخاصة أن تحمينا جهات أمنية تدعي أنها محمات الوطن كيف يستباع هذا الوطن عبر عصابات قادرة على الاغتيال في أي لحظة وفي أماكن تسمى أماكن محمية ومؤمنة كيف حصل على مجذوب ما حصل وهو كان يتواجد في منطقة مؤمنة عسكريا بالتمام إذن هناك ما يسمى بالدخول من خلف عباءة المؤسسة العسكرية للاغتيالات هذا ما حدث مع على مجذوب الكل يؤكد أن علامته كان على مقربة من نقطة أمنية كان في وسط زحمة الناس كيف دخلت هذه العصابة وقتالت كل هذا الكلام سيطرح في هذه الوقفة الاحتجاجية ونريد أيضا التفعيل الحقيقي لقوانين حصل السلاح بيد الدولة حصل السلاح بيد الدولة هو الذي سيحمي المواطن العراقي لأنه عندها سنعرف أن السلاح فقط بيد المؤسسة العسكرية وأي حادث اغتيال معناه أن المؤسسة العسكرية هي التي تقب في قلبها طبعاً نحن نقوم بوقفة احتجاجية ونخرج مسيرة إدانا واستنكار لاغتيال الرواء الدكتور على مجذوب وهذا ما تكفي لازم تضافر كل الجهود السلطات خاصة السلطة التشريعية والتنفيذية السلطة التشريعية هي سلطاتها أكبر وأوسع وهي الرقيب والعين الساهرة على كل ما يدور داخل البلد ليس من الناحية المالية فقط وإنما من الناحية المعنوية والأضرار التي يتعرض لها الإنسان العراقي هذا على صعيد الشهيد الدكتور علاء مجذوب وحتى منظمات العالمية الدولية منها الأمم المتحدة لازم نشركها بهذا الموضوع وجامعة الدول العربية وما نسكت عليها وإحنا العراقيين من طبع أنه أي عملية تصير الإنسان بريء هذه لا تتكمم الأفواه وإنما بالعكس ومكان الشخص الواحد هذا اللي هشكن صار به وتم اختياله رح يطلع ألف واحد بمكانه وإذا مو ألف أكثر من ألف هذه طباع العراقيين دائما هم مناظلين ومكافحين ويقولوا ودائما وي الحق الشعب العراقي وهذه سيرتهم الذاتية التاريخية تثبت هذا الشيء من ثورة العشرين وغير ثورة العشرين على صعيد الشخصي أنا أتعرض إلى انتهاك الحقوق الإنسان وأني اسمي إيمان الهاشمي ومهنتي محاسب قانوني ومراقب حسابات وأتعرض إلى انتهاك حقوق الإنسان وبعملي وتعرضت إلى عدة تهديدات وهي صار الهسنين عملي متوقف وبلغت عدة جهات رسمية وأني أحترم السلطة القضائية وقدمت دعوة قضائية إلى محكمة الكرخ وبهذه الانتهاكات اللي تعرضت لها وإيقاف عملي وأني شفت بنفسي من غير الناس اللي وصلوا لي كلام أنه أكوا واقفين بباب العمارة يمنعون المراجعين من الوصول إلى مكتبي وهذه صار الهسنين ولغاية هذا اليوم قائمة وبلغت عدة جهات وحتى القضاء وشرحت التفاصيل وانتقلت من بغداد إلى مدينة أخرى ومن هذه داخل وطني ومن هذه المدينة إلى مدينة أخرى ثلاث مدن لا أريد أن أذكر أسماءها ثلاث مدن بسبب عملي رحت على مد عملي ثلاث مدن تتعرضت إلى نفس الأعمال ووضع عملي لغاية هذا اليوم هو بنفس الحال وهاي طبعاً ما تتبع شخص واحد هاي الجهود اللي بتلف مدن مختلفة الإنسان يتعرض لها إلى انتهاك الحقوق الإنسان هاي مو شخص واحد يقوم بيها غير متمكن هذه معناه جهود كبيرة وجهود تحتاج متواصلة ومن كل النواحي جهود معنوية وجهود مادية واني لغاية اليوم عملي متوقف يا أخي الإجراءات بالنسبة إلي قدمت دعوة قضائية مثل ما قلت لحضرتك وصار بيها استفسارات وحاولوني إلى مركز شرطة الصالحية على مدى ضمن المنطقة وصار استجواب وأني حلفت على كلام اللي قلت وإفادتي وبعدين بالنتيجة القاضي قال أنا جيبي لشهود أنا أجيب لشهود على مدى تعرفت لهالانتهاكات هذه أنا بعيني شفت واقفين يمنعون المراجعين من الوصول إلى مكتبي وباب المكتب لواحد رجال لازم محامي هالشكل مكتفي قال لي ما خليك واقفة يمي شو نسا واقفة يقول لي ما خليك تفوت لهي ما تفوت لهي ما تودي لهي شظل يقول لي عدي شظل يمي واني واقفة يمهم هج خطوطي قدامي عينك عينك هاي من اللي يقوم بيها هاي الأعمال من اللي يجرأ ويوقف في باب العمارة ويمنع المراجعين يا أخي من اللي يجرأ هالشكل وهذا كلامي تعرف بي منظمات المجتمع المدني المحلية ومتواصلة وياهم وكل مجتمعات ومنها منظمات حقوق الإنسان يعرفون بموضوعي واني دازت لهم بالإيميل عدة مرات وإذا مو مرتين ثلاث مرات واصلت لهم هاي المعلومات وكلها ودعاوي القضائية وتواريخها ورأرقام الكتب وقلت لهم لغاية الآن عملي بهالوضع هذا زين فهالشكل هذا هذا وحتى كلامي واصل انا متأكدة يعني انا ما حد اجيق لي بس بما انه انشرها لمنظمات المجتمع المدني وكلامي وهذا فواصل الى جهات يعني جهات مثلا السلطة التشريعية لانه آني 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 المعلومات انه تحت انظار السلطة التشريعية فهذا هذا الشي يعني هذا الشي يطلب الى شنو يعني هالحالات هاي المستعصية احنا وسائل الإعلام تنقل لنا انه اكو مشاريع متلكئ بمليارات الدولارات ومشاريع وهمية فساد مالي وإداري وهذه مستعصية مستعصية اللي هسا ما مكشوفا ملفات هاي فهل أني موضوع عملي حالة مستعصية مثل هاي الملفات ولوش هاي الحالات المستعصية مادة تنكشف لي هسه لوش يعني أي وآني الغاية اليوم عملي بنفس الوضع طبعا هذه الأعمال كلها هذه الأعمال كلها وانتهاكات حقوق الإنسان ومنها آني اللي تعرفت له هاي هذه متحط من قدرني بالعكس إزاي تشئني وتقوّم معنوياتني واعتزازي بمهنتي إلى أبعد حد واحترامي إلها وقالي من البداية إنسانة وطنية أحب وطني وأفتخر بيه بس بعد الأضرار اللي تعرفت له والأعمال اللي تعرفت له ووضع عملي لغاية اليوم بهالشكل هذا خلاني هاي الأعمال خلتني أشوف وطني أجمل وطن بالعالم وأحلم وكان بالعالم أبداً ما تحط من عدني كل ثوابتي ومبادئي ثبتت بعض بشكل متشدد ومتعصب يعني الغاية والهدف من هذه الأعمال لم تتحقق ولن تتحقق أبداً أسمعك من مرضا ولن تكون في العين من العديد من العديد ما استهدتني ما استهدتني أرضي وعطني 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 أمزنا وعطني مغادر بأي وصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر